إيه اللي يدفعك إنك تاتي؟ يقول لك بابجي مين بابجي يقطع بابجي واسمين بابجي واليوم اللي جاه بابجي عندنا في مصر أهلا بيكم أنا عايز كل أب كل أم كل أسرة تأخذ بالها من موضوع ساعة ما حانك النهاردة لعبة زي أي لعبة على شبكات تواصل الاجتماع وعلى التليفون المحمول اللي أنا بحمل هذا الجهاز كل مشاكلنا سواء مشاكل الزوجية أو مشاكلنا مع أولادنا أو مشاكل أولاد معنا يعني الموبايل ده أصبح وسيلة أولا لتفكي كل أسري ثانيا لجرائم ما يعلم باغ الرب من اللي مون اللي فاته كان فيه الحوط الأزرق وعيال بتموت نفسها وعيال بترمي نفسها ويقول لك دي أوامر اللعبة أنا حاجات غريبة جدا وفجئت ممكن دي بقول عيال هاي فلاجئت حتى في دول أوروبا وفي دول العربية ملاك العربية السعودية وعيال بتموت نفسها لحوط الأزرق طيب حوط الأزرق خلصت الحوط الأزرق وقولنا خلاص خلصنا من الواجهة على اله ده مون اللي فاته جريمة قتل بشعة سيدة فاضلة معلمة اسمها سيدة هانم تسعة وخمسين سنة كان قدامها سنة على المعاشر سكنة في مطقة ميال في اسكندرية ستة أعدى بتدي دروس في مادة العلوم محترمة أعدى مع أمها كفيفة ستة يعني أمها ستة كفيفة أعدى داما في الوضع على طول وهي بنتها بتدي دروس خصوصية في البيت وبتدي علوم يعني زي أي مدرسة أو مدرسة بتدي دروس خصوصية واحدة يقول إلي دخل للعاب في الكلام اللي انت بتقوله أصبره شوية هانم مدرسة محترمة أعدى في ميال في اسكندرية عندها شائيتها بتدي فيها دروس خصوصية أمها ستة كفيفة أعدى في الوضع يعني كافية خراشرة شاب اسمه سيف الدين عنده ستتاشر سنة يعني فولة سنة بياخد درسة عندها عادي جدا فتحت له الباب قاعد هو في الصالون ماسك الموبايل لعبة يا ربكم منطها صح اسمها بابجي بابجي ما عرفش إيه بابجي دي إيه بابجي دي قال لك لعبة حربية فيها ناس بتلعب تدعو للموت حتى بيستخدموها أحيانا داعش والمنظمات الإرهابية في تعليم أولادنا القتل والحرب فبابجي دي من ضمن الألعاب دي ما هتفهمش إزاي بيقدروا يتسللوا لأولادنا وبناتنا أنا حاليا في زميل اللي يجدنا والله بيسيوا شغلهم بيقعد يلعبوه يعني ناس كبير نهيك عن الأطفال نهيك في المدارس يعني آخر مرة عندنا أنا في مدرسة في الصعيد مدير المدرسة بيقول لي أنا منع دخول الموبايلات أصلا جوها المدرسة بمسك أولادنا هم قاعدين يلعبوا اللعبة دي فأسناها للحصص واضح أنها لعبة فيها إدمان واضح أنها لعبة فعلا محتاجة وقفة جمدة جدا من كل المسؤولين بقى مش هنالأب والأم بسك فيها لا حتى من الدولة نفسها صحيحة مش قدر أن ندخل في ألعاب على نكتب على سوقات وصل الاجتماع ونمنعها لأنه ده عالم مفتوح لكن ده خطيرة جدا إيه اللعبة دي اللي مخليها الكبار يلعبوها والأطفال يلعبوها وأنا لسى الكلام ده ممكن يدفع البعض دلوقتي يقول لك عايزين نشوف اللعبة دي لعبة أنا بحذر اللي بدخل في اللعبة دي ممكن يوصل اللي احنا فيه دلوقتي سيف الدين بيرعب مرة واحدة طلع من شنطته سكينة كبيرة وورقة مكتوب فيها بعض العبارات اللي بتحس على القتل وقال للمسل من غير ما تاخد بالها ممكن يا ميس أشرب كوباية مية قلت لدخل تأسيف انت عارف مكان المطبخ ادخل اشرب قال لها معلش عسن والديت كانت ابني والديت فلوضة يجب منكش دعو ادخل انت اشرب قال لها لا يا ميس معلش أنا مكسوف قم انتي قامت هي المطبخ تجيب له كوباية المية جيب من وراها مطلع السكينة وخمستاشر طعم ليه عمل كده قول لك بابشي ويساب شنطته ويساب السلاح بتاعه كان معاه سكينتين سكينة سبعة في الشنطة وسكينة جري بيها بيقول لك أنا رميتها في الشعب طيب انت يا سيف الدين ده انت ابن ناس واهلك ناس محترمين جدا وانت انسان مشهود لك انت كويس ومؤدم ومتفوق في دراستك ايه اللي يدفعك انك تاتي يقول لك بابشي مين بابشي يقطع بابشي والسنين بابشي واليوم اللي جاء بابشي عندنا في مصر طبعا قرر المستشار اشرف المغربي المحامي العام لنبيات المنتزة في اسكندرية حبص الطالب سيف الدين بالصف الاول السنوي اربعة ايام للتهمة وقتل معلماته اثناء تلقيه درسا خصيا في منزلها طيب يا الجريمة حصلت ازاي قسم شرطة اول المنتزة في اسكندرية الوقت طبعا لما خبطت المعلمة بتاعته خبطات دو كلها وقت على ارض وقتل حصة ساعة بس نوع بس الجريمة بشعيت ازاي وقتل حصة ساعة خلص الساعة خلص الساحتين خلص سلس ساعات ام المدرسة ام هانم في الودة جوها كفيفة فبنتنم عليها يا هانم يا هانم يا هانم انت رحت فين يا بنت يا بنت رد علي مش عادتك انت كل خلص حصة بتدخليلي مرتش اضطرت الست اللي هي الكفيفة تقوم تفتح باب الودة وتمشي في الصالة تتكعبل في جسد بنتها بتعسس لجا ايديها كلها مادة لازجة كده عرفت بجسد بنتها عرفت ان بنتها ما تقوم قاعدت تصور طبعا ست كفيفة يعني انا والله كل ما اتخيل المشهد مشهد صعب جدا صعب مشهد ان واحدة كفيفة بتندم على بنتها وتتخبط طوع وتلقى بنتها في دمه على ارض مش عارفة تعمل ايه لعرفة تصرخ وعرفة تتكلم وعرفة تنجل ولا شايفة حاجة فضل التصرخ لتما الناس قسروا باب الشقة لقوا هالم ميتة على الارض والدماء مغرقات دي تصروا بالشرطة وجهات الشرطة من اللي هنا الامة طبعا متعرفش حاجة ما شفيتش حاجة قالوا كان بتدي حصة الواحد انا سمع صوته بس ما اسمحتش بنتي وها بتموت الباب كان مفهول بس لما جه الولد كان باب مفتوح وهو من بادة طبعا صابي انت قفلت الباب فما اسمحتش حاجة ما شفتش حاجة انا كفيفة الشرطة طبعا ودي من الحاجات الكويسة في كاميرات اللي ابتدت تتعلق في الشوارع وتعلق قدام المحلات وفي المطاعم عملت خدمة غير عادي دي بتتسهلوا الأمور بمتابعة الكاميرات لقوا ان فيه شاب طالع بيجري من باب العمارة اللي سكن فيها في ميامي لأستاذة هالي بالفحص والتحريات عارفوا ان هو اسمه سيفي دي شاب مهزب محترم ابن ناس بالتحريات والمشكلة ان ده كان يوم عيد ميلاده يعني انت خيالوا باب جي دي خلت شاب يقتل واحدة يوم عيد ميلاده هو ما يعرفش أصلا قتلها ليه هو ما يعرفش أصلا هو عمى كده ليه هو ما يعرفش أصلا ايه اللي هبابه ده هو كل العملية بيه لعب باب جي للتويت راح قتل وقتل مين قتل معلمته واحدة عندها 59 سنة بتدلوا درس لكن لما نسأل السيف قتلتها ليه ما يعرفش طب يمزع عليك أبدا طب يا ضربتك أبدا يا ابني قتلتها ليه أصلا اخطبال عباب جي يا ابني طب يعني ايه اللعبة دي اه اللعبة دي كلها فريق قدام فريق نقاطل في بعضه نحرب في بعضه اربعه هنا واربعه هنا وقعد نقاطل فيه يعني يعني يا ابني قولي انت قتلتها ليه ما فيش حد بيقتل من غير سبب يعني يعني الواحد ممكن يعمل اي حاجة من غير سبب لكن ما توصلش انه يقتل من غير سبب يعني أنا هياعد دلوقت همسك سكنها اموت واحد جنبها ليه يعني ايه اللي عملت المعلمة دي واحدة عندها 59 سنة معلمة فاضلة تموت ماتولة ليه اللهك ما عرفش هي كده اللعبة ولاقيت نفسي مرة واحدة قلت قلت له كمده مش مزبوط انت واخد معك سكنتين ورايح الدرس فيه حد بياخد معك سكنتين وهو رايح الدرس قالت ليه اصد دي وسائل اللعبة دي اللعبة أصلا اللعبة بيبدو معي السكاكين بتاعت في الشنطة التحت عادي جدا باخدها معايا اللعبة كده أصلا واول ما عدت الحصة طلعت في دماغي قلت انا نفس اللعبة فقلت لها دخل ادخل ملي كوبات الماء فدخلت المسي جوا فجيت وراها وضربها الخمساشة التعال ليه ما يعرفش ليه عشانا انا بحظر أبهاتنا وأمهاتنا خلوا بالكم من ولادكم كل أب وكل أم اوعى الموبايل ده كارسة شوفوا ولادكم بيعملوا ايه الألعاب دي مدمرة أول أب بجاء فرحاني يقولك ايه والله كويس الحمد لله جبت المحمول اللي ابني اهو بطل صداع مشغول فيه انت متعرفش يا ريتو يصدعك يا ريتو يبهدلك يا ريتو يعمل كل حاجة بس ما يوصلش ان هو ياتل شوفت الموبايل ممكن يعمل ايه قبل كده كان رحوطه لأزرق بس رحوطه لأزرق كان فيه ميزة ان الواحد يموت نفسه شوفت الميزة وصلت لديه اهو شره بيموت معاه لكن لعبة تدفعني قاتل اي حد كده وخلاص قاتل معلمة ايه مدرسة بالدينة درسة دوة بيتها بسكينة واطلع وكمان يوم عيد ميلادي ايه الجابة ردت على لعبة بابجي دي لازمة كل أب وكل أم ياخدوا بالهم وكل واحد طفل او شاب او مدرس او معلم او او ياخدوا بالهم من ان احيانا بشوفوا والله مهندسين بيلعبوا بابجي مهندسين قاعدين يلعبوا مدرسين قاعدين يلعبوا اطفال قاعدين يلعبوا طلب السنة قاعدين يلعبوا في الجامعة بيلعبوا اللعبة دي بغا تيتمان مجموعة بتقتل المجموعة ايه ايه الجمال اللي احنا قد نقطع في بعض وفي الآخر تحصل للمصيبة دي يا جماعة ولادنا اعز حاجة عندنا لازم ان نحافظ عليهم ده هم يعني زرائتنا في الدنيا اللي النفسنا هيكبروا ونبتدي نحصد هذا الجمال بقى في ولادنا ونشوف ولاد ولادنا ونفرح بيهم ما نستبهمش للعب فضية زي كده ناس بيتحقوا علينا ايش معنى بابجي دي تؤتي يصمرها في مصر ما شوفناش في اوروبا ليه حد بيأتي لحد من غير السبب بسبب لعبة بابجي بيتحقوا علينا بيستغلوا جاهلنا وعبطنا ياريتنا كل يتعلمنا الدرس اشكركم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر